الثقافة الشعبية العربية والمصرية مليئة بالمورثات وبالأمثلة وبالحكم بعض هذه المورثات والحكم والأمثلة في المورثات الشعبية قد يكون صالح وقد يكون غير صالح للعصر اللي احنا عايشين فيه اعتقد عندنا النهاردة من بعض هذه أو واحد من هذه الحكم والمقولات اللي ما تنتبقش كتير على المواقف الحياتية اللي احنا بنعيشها في العصر الحالي هذا المثل اللي احنا هنقوله هو من شاب على شيء شاب عليه للأهلة الأولى ممكن نستقي معنى واضح ومباشر من هذا المثل ومن هذا المناديل للحكمة ألا وهو أن أنت بتتعلم المبادئ والقيم والسلوك والتصرفات والطباع في الصغر ولما تكبر صعب جدا أن أنت تغيره حسب هذا المثل يستحيل أن أنت تغيره لكن لو جينا نطبق هذا المثل على مواقفنا الحياتية أظن فيه حاجات يعملنا كتير هتكون مختلفة صحيح أتفق معك جدا وخصوصا أنه إحنا يعني الإنسان ما بيقدرش يعيش في معزل أو بمعزل عن الواقع اللي حواليه وعن النواحي الاجتماعية الكتير اللي حواليه لما بتقرأ كتير من القصص حواليك أو بتسمع تسمع مثلا عن شاب ولد فيه أسرة فقيرة جدا وظروفها المعيشية صعبة جدا أنا بدي مثال طبعا الطفل ده كبر وعنده هدف حتى في مراحل طفولته ومراقته وبدايات شبابه أنه يتعلم كويس قوي أنه يشتغل على نفسه كويس قوي عشان يقدر يشتغل عشان يقدر يعود أهله عن الأيام الصعبة اللي مروا بيها زمان ده مثل على فكرة احنا بنشوفه بنسمع عنه كتير جدا جدا في حياتنا وبنحترم المثل ده جدا 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 وبالتالي هو هنا ربما ممكن هو مش مثل قوي ليه علاقة بالطباع بس هو ليه علاقة بالتفكير طريقة التفكير وطريقة رؤيتك للأمور الحياتية المختلفة أما بتلاقي مثلا حد في بدايات حياته كان بيتسم بصفة ما حس أو شعر فيما بعد إنه هي بتدايق المحيطين به فاشتغل على نفسه برضو وحاول بقدر استطاعته أنه هو يغير الخصلة دي أو الصفة دي فيه ده برضو حاجة هو كان تطبع بيها وهو صغير أو كانت موجودة عنده بس لما كبر حاول يغيرها في نفسه حناخد بقى من دي أمثلة كتير جدا إنه الإنسان مش بالضرورة إنه الحاجة اللي تولد عليها أو اللي كانت موجودة في حياته إنه يفضل مكمل بيها حياته إنه لو كان في رغبة حقيقية يقدر إنه هو يتعامل ويتجاوز المرحلة الصعبة دي سواء طريق التفكير سواء صفات معينة في شخصيته وسلوكيات معينة وبالتالي فكرة من شب على شيء شاب عليه ربما لا تكون يعني لا تنسحب على كل مناحي حياتنا المختلفة لو عندك الإرادة الحقيقية وده مش كلام إنشاء لو عندك الإرادة الحقيقية إنك تغير حاجة مش مقتنعة بيها وما انتاش راضي عنها حتقدر إن شاء الله تغيرها خصوصا لو دي عادة سلبية أو طباعة مش لطيفة أيضا وده مش موضوع هامشي مش موضوع من قبيل الرفاهية ده من قبيل ضرورة في الحياة لشان تقدر تواكب التغيرات المستمرة في الحياة من ضمن أهم ملامح الحياة اللي احنا بنعيشها التغير الدائم والمستمر لو انت واقف في مكانك لو انت بيعد عليك السنين وبتعد عليك الأيام وانت ما تغيرتش ومش قادر تواكب ومش قادر تساير المتغيرات اللي حواليك فالمشكلة أكيد المشكلة فيك لكن المهم في القصة دي المهم في الموضوع وفي هذه النقطة زي ما بنا كانت بتكلم أن انت تكون عاوز أن انت تريد أن انت تقرر ويكون عندك إرادة أن انت تغير من نفسك تحديدا أو لا سيامة لو كان الموضوع متعلق بالقيم وبالمبادئ في جدالية موجودة بنا في المجتمع عموما بين هل المبادئ بتتغير والمبادئ ما بتتغيرش ممكن نفرد لهم ساحة تانية منها المبادئ والقيم عموما يعني الأخلاقيات اللي انت بتمشي عليه ما تسير عليه ما تبني عليه حياتك هل ممكن تغيره ولا ما تغيروش دي ممكن نتكلم فيها بعد كده لكن في كل أحوال احنا بنكلم عن الطباع والتصرفات والمهارات والقدرات طول الوقت لازم تغيرها طول الوقت لازم تواكب بها المتغيرات اللي حواليك تساير بها الحياة تشوف فيها عاوز زي منها أو هي ماشية زي منها كانت أو ضربت المثال من شوية لو في شاب كان من أسرة بسيطة وأسرة فقيرة وقرر أنه يتميز ويتفوق وينجح ويساعد أهله وأسرته وقريته والمجتمع اللي حوالي ده مثال في أمثلة كثيرة متعلقة بتغيير السلوك لو انت شايف أن عندك موطن ضعف معين مش بالضرورة موطن ضعف يكون حاجة سلبية لكن حاجة مش متوكبة مع المتغيرات اللي حواليك وبالتالي انت تقرر أن يكون عندك مهارة معينة أو تطور أو تنمي المهارة بتاعتك علشان تواكب اللي حواليك وتساير تساير ده مش معناها السلبي معناها الإيجابي تساير المتغيرات اللي هي موجودة الوقت في العالم على أي حال نسمع بعض أراء الناس في الشارع ونعود مرة تانية نتكلم أو نعلق ونعقب على هذه الأراءة أنا باعتباري صحفي وباعتباري ناقد اتقابلت كتير مع أطباء نفسيين مكلموني في الموضوع ده بكل وضوحه بكل تحديد وقالوا للإنسان كل ما بيتطور في العمر كل ما بيقدر يغير من تصرفاته كل ما بيطور عمره وبيكبر في العمر تصرفاته بيقدر يتغير فيها ويقدر يغيرها وبيقدر يتحكم فيها لأنه ما فيش حاجة اسمها سباتل من أقدم بتولد صغير وبعدين بيكبر وبعدين بيشيخ وبعدين بيمون فمن أقدم في حالة تغير يقدر يغير تصرفاته في أي وقت وقفت ما يعوز هي بتبقى مختلفة من طبع لطبع او من شخص لشخص يعني ممكن حد يغير من نفسه عادي يارف ده وفيه ناس تبقى صعبة عليها ما تغيرش تغير من نفسها يعني على حسب برضو التربية ليها عامل مؤسر جدا فهمة اللي هو يعني مثلا وانا تربيت ان انا هحترى من كبير حتى وانا صغير وانا كبير مهما كان الحوالي او المجتمع اللي حوالي عامل ازاي يعني مش هيغير ده بس فهمة اللي هو انا تربيت على ده لا هو وقت كتير بيفضل عليها لان هي ساعات بتكون المنفس بتاعه من حاجات تانية وحشة بتضغط عليه فايا كانت الحاجة دي حتى لو هي وحشة بتكون هي سببها ان حاجة اصلا كانت مضايقة فهو كان بيهرب منها من الضغطات اللي عليه ايو طبعا اكيد كل واحد فينا على حسب الاراضة اللي عنده والنبادئ اللي يتربى عليها حتى لو انا اصلا في حاجاتنا متربتش عليها زمان بس اما اتعاملت مع الحياة حسن الحاجة دي غلط لازم سواء اغير منها او اعدل في سلوكي فيها دي حاجة ضرورية طبعا كنا نعملها طبعا اكيد يقدر لان هو صغير يكون لسه مش عائل ولسه من اللي هو ايه مش وقت الدنيا ومش عارفها لما يكبر هيعرفها ولما يتعامل مع الناس اكتر وكده هيكون ايه متدرج وعارف كل حاجات دي طبعا يقدر لو هو عايز يغير من نفسه وعايز فيه صفة سلبية فيه والناس كلها متفق على كده وهو عارف ده اكيد يقدر يغير لو هو حابب انه يغير نفسه للأحسن ده طبيعي البناء ده يقدر يغير من نفسه في حاجات كتير بحيث ان انا مثلا فيها صفة سهيئة وعارف ده كويس ومعترف بيها فطبعا اقدر اغيرها مع الوقت انا احاول اغير نفسي للأحسن طبعا مش للأسوأ فيه حاجات او فيه حاجات لا يعني اكتسب عادته تقاليد اهله ان كان في الريف او في الصعيد فهو بيبقى ماشي عليها لانه خلاص الطبع بالطبع ده لانه هو في الصغير زي النقش على الحجر انما فيه حاجات مثلا بتبقى سلبية لما بيكبر ممكن يعني يحس ان هو غلط لو هو رجل يتعلم بيحس ان هي غلط وبعد كده بيبتدي يغيرها اشتركوا في القناة